برضو الموقف الأمريكي من الأزمة يعني يطرح من التساؤلات الكثير والكثير يا سعادة السفير طبعا دون شك كما قلت الموقف الأمريكي غير واضح منذ بداية الأزمة رسائل متعارضة أتت من واشنطن ترامب موقفه كان واضح بقوة داعم للدول الأربع وزير الخارجية والبنتاجون برضو كان لهم موقف مختلف وحتى عندما ظهر وزير الخارجية الأمريكي المنطقة وقع اتفاقية خاصة بتكفيف منابع الإرهاب في تقديري لم تكن موفقة من حيث التوقيت وأيضا مضمونها هش وغير ذات مضمون قوي وأعتقد أن الهدف من هذه اتفاقية هو في تقديري الشخصي كان دعم موقف الحكومة القطرية ولهذا فلا أعتقد أنها طبعا أي قارئ طبيعي يرى أنها خطوة في الاتجاهة صحيح ولكن تقديري الشخصي يختلف ربما عن ذلك الولايات المتحدة عليها أن توجه رسالة واحدة ربما ما حدث اليوم في مجلس النواب الأمريكي قد يكون بداية طيبة لأن مجلس النواب الأمريكي ألقى باللائمة على قطر بشكل أكثر وضوحا عندما قال أن قطر توفى بيئة رخوة أو بيئة متساهلة مع تمويل الإرهاب نقبل بها كبداية على أمل أن تكون هناك خطوات أخرى أكثر وضوحا وحزما وعلى أمل أن يكون التحرك الأمريكي ليس للضغط على الدول الداعمة للحرب على الإرهاب ولكن للضغط على الدوحة لتثوب وتعود إلى رجدها حفاظا على الشعب القطري المغلوب على أمره وحفاظا على مصالح قطر نفسها وعلى دول المنطقة